نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملعil أعلى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي واخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بالله ورسوله لهم مغفرة وأجر كريم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقط باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ولاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها الله جل جلاله في صدر هذه السورة المباركة قرر دلائل التوحيد وبين صفاته جل جلاله من علمه الذي أحاط بكل شيء وقدرته التي لم يستثنى منها شيء بعد ذلك أمر عباده بالالتزام بالتكاليف وأول هذه التكاليف وأعظمها الإيمان بالله جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فقال آمنوا بالله ورسوله ثم قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أما معاني المفردات ووجوه القراءات قول ربنا جل جلاله آمنوا بالله ورسوله قال الشوكاني رحمه الله هذا الخطاب لكفار العرب الله جل جلاله يخاطب كفار العرب بقوله آمنوا بالله ورسوله ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين ويكون المراد به استمرارهم وثباتهم على الإيمان والاستزادة منه فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والإيمان هو التصديق المستلزم للإذعان تصديق ومعه إذعان آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا الإنفاق هو إخراج المال إخراج المال مادة النون والفاء والقاف تدل على إخراجه ومنه قيل للنفق نفقا لأن الإنسان يخرج من خلاله من مكان إلى مكان وقيل للمنافق منافق لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر فالنفقة إخراج المال وأنفقوا مما جعلكم مما جعلكم مستخلفين فيه جعلكم أي صيركم فإن الجعل في كتاب الله كما مضى معنا البيان مرارا يطلق على الخلق كما في قوله جل جلاله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور ويطلق الجعل كذلك على الاعتقاد كما في قوله سبحانه وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثَا أي اعتقدوا ويطلق الجعل وهو الكثير في القرآن على التصير على التصير وأنفقوا مما جعلكم أي صيركم مستخلفين فيه مستخلفين فيها معنيان أو فيها وجهان الوجه الأول مستخلفين فيه أن يخلفوا بعضكم بعضا فبعد أن كان المال مملوكا لغيركم صار مملوكا لكم فأنتم مملكين لهذا المال وقد خلفتم فيه قوما آخرين والوجه الثاني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أي لستم مالكيه حقيقة وإنما المال مال الله وأنتم خلفاؤه على هذا المال وقد فقه هذا المعنى بعض الأعراب لما قيل له لمن هذه الإبل فقال لله في يدي هي لله عز وجل لكنها في يدي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بالله ورسله لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة ستر للذنوب فإن المغفرة من الغفر الذي هو الستر ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر لهم مغفرة وأجر كبير ثم قال جل من قائل وما لكم لا تؤمنون بالله والاستفامها هنا للإنكار وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بالله ورسله لهم مغفرة وأجر كبير أعتذر إليكم بأقرأ الآية لأنه قد اشتبه علي أمرها مع غيرها يقول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ثم قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم الاستفهام للإنكار وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم قرأها أبو عمر وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين قوله قوله وقد أخذ ميثاقكم الميثاق مفعال من الوثيقة وهو العقد المؤكد باليمين ما هو هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على عباده فيها وجهان الوجه الأول أن المراد به الميثاق الذي أخذه الله علينا حين أخرجنا من صلب أبينا آدم عليه السلام وهو المذكور في قول ربنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقيل الميثاق ما ركبه الله عز وجل فيكم من العقول وأقام لكم من الدلائل والبينات التي تستطيعون من خلالها أن تبصروا الحق هذا هو الميثاق ولا بأس من أن يكون المقصود الأمرين معا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل هو جل جلاله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هو الله جل جلاله هو الذي ينزل قد قرأها ابن كثير وأبو عمر وخلف هو الذي ينزل على عبده من أنزل ينزل الرباع وينزل من نزل ينزل والمعنى واحد هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات أي دلائل واضحات ومعجزات قاهرات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم الفاعل من ليخرجكم قيل ليخرجكم ربكم جل جلاله من الظلمات إلى النور وقيل ليخرجكم عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور وكلا المعنيين مرد أما إخراج ربنا جل جلاله إيانا من الظلمات إلى النور ففي قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وأما محمد صلى الله عليه وسلم ففي قوله ألف لا أمر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد في أول سورة إبراهيم فالله جل جلاله يخرج عباده من الظلمات إلى النور بما أنزل من الآيات وما أجرى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور بدعوته إياهم وبيانه لهم وإرشاده العبادة إلى الصراط المستقيم ما هي الظلمات؟ الظلمات ظلمات الكفر ظلمات الشرك ظلمات الجهل ظلمات العدوان ظلمات الطغيان هذا كله من الظلمات والنور ليس إلا واحدا وهو نور الإسلام نور التوحيد ولذلك دائما في القرآن الظلمات تأتي مجموعة والنور ليس إلا واحدا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لما كانت الظلمات متعددة كثيرة ظلمات الكفر ظلمات الشرك ظلمات النفاق ظلمات الجهل ظلمات العدوان الله جل جلاله يجمع أما النور فليس إلا واحدا قال جل من قائل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف قرأها أبو عمر وشعبة وحمزة والكساء لرؤوف رحيم بواو واحدة لرؤوف رحيم والرأفة والرآفة هي أرق الرحمة وقيل هي أعظم الرحمة وإن الله بكم لرؤوف رحيم قال جل من قائل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله في سبيل الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سبيل الله أي النفقة على العيال النفقة على العيال والآية أعم من ذلك فهذا من تفسيري العام ببعض أفراده كل نفقة يحبها الله عز وجل وابتغي بها وجهه فهي في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض أنه جل جلاله الباقي بعد فناء الخلق جميعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وفي الآية إيجاز بالحذف لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل والفتح ها هنا فيه قولان قيل المقصود صلح الحديبية وعليه أكثر المفسرين وقيل المراد فتح مكة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أي المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أعظم درجة أي منزلة ومكانة عند الله عز وجل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله الحسنى قرأها ابن عامر وكل وعد الله الحسنى أما على قراءة الجمهور وكلا وعد الله الحسنى فكلا ها هنا مفعول أول مقدم ومعنى الكلام وعد الله كلا الحسنى وأما على قراءة ابن عامر فالواو استئنافية وكل ها هنا مبتدأ وخبرها وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة كما قال جل من قائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل في علا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الخبرة هي أدق العلم وأخصه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنى الله جل جلاله يشبه المنفق في سبيله بأنه يقرض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنى وسيأتي بيان شروط القرض الحسن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم له أجر كريم قال مقاتل بن سليمان له أجر حسن في الجنة ثم قال سبحانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم منصوب بفعل مقدر تقديره اذكر اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يعقل الخطاب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي يتقدم نورهم بين أيديهم أي أمامهم وعن أيمانهم وبأيمانهم قيل الباء بمعنى عن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي عن أيمانهم وقيل المقصود يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم قد تلقوا كتبهم بأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم أي بشارتكم التي تبشرون بها والبشارة هي الإخبار بما يسر وسميت بشارة لظهور أثرها على البشرة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أنتم اليوم مبشرون ببساتين هذه البساتين تجري من تحتها الأنهار وأنتم باقون فيها بقاء أبديا سرمديا لا يحول ولا يزول ذلك هو الفوز العظيم ذلك أي دخولكم الجنات وخلودكم فيها هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات سيأتي معنا بيان لماذا ذكر الإناث مع الذكور ها هنا وهناك قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات وهنا يوم يقول المنافقون والمنافقات والمنافقون جمع منافق وهو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر عياذا بالله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا أي انتظرونا من النظرة بمعنى الإمهال انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس أي نستضيء نستضيء نقتبس ونأخذ والقبس هو الشعلة من النار كما قال ربنا على لسان نبيه موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم من القائل هل الله جل جلاله هل الملائكة عليهم السلام هل المؤمنون الذين خوطبوا من قبل المنافقين الله أعلم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور بسور وهو المذكور في قول ربنا وبينهما حجاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهي ناحية الجنة وظاهره من قبله العذاب من قبله أي من جهته فالقبل المواجهة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أي ينادي المنافقون والمنافقات على المؤمنين والمؤمنات فالمنادي المنافقون والمنافقات والمناداء المؤمنون والمؤمنات ألم نكن معكم كنا نصلي معكم ونصوم معكم ونشهد الغزوة معكم قالوا بلى قال المؤمنون والمؤمنات في جوابهم بلى ولكنكم ارتكبتم جرائم أربعة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني فتنتم أنفسكم أهلكتموها بالضلال والنفاق وأوردتموها العذاب فتنتم أنفسكم وتربصتم التربص هو معكوس التصبر والتربص معناه الانتظار ومنه قول ربنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فالتربص هو الانتظار تربصتم أي انتظرتم حلول الهلاك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين من أتباعه فهذه الجريمة الثانية ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ارتبتم أي شككتم في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرتكم الأماني قيل الأماني طول الأمل وقيل حب الدنيا وقيل الأماني ما طمعهم في المغفرة دون بذل لأسبابها وغير ذلك وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت وغركم بالله الغرور الغرور هو كثير الخداع ومقصود به الشيطان ها هنا كما قال ربنا جل من قائل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور في لقمان وفاطر وغركم بالله الغرور فاليوم أي يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية فدية هي الفداء ولا من الذين كفروا لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم أي مسكنكم ومثواكم مأواكم النار هي مولاكم أي هي مصيركم وأولى بكم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير أما المعنى الإجمالي إخوتي واخواتي في هذه الآيات فإن ربنا جل جلاله يتوجه بالخطاب إلى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم يقول لهم آمنوا بالله ورسوله أما الخطاب للكفرة بمعنى صدقوا بالله عز وجل صدقوا بوجوده وربوبيته وأنوهيته وأسمائه وصفاته وأذعنوا لأمره واستجيبوا له سبحانه وتعالى واتبعوا شرعه وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر آمنوا بالله ورسوله وهذا الإيمان هو أوجب الواجبات وأهم المهمات وهو الأساس الذي ينبني عليه العمل ومن فقده فلا ثواب له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وهباء منثورا آمنوا بالله ورسوله وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فإن النفق هي برهان الإيمان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان الصدقة برهان على الإيمان هذا الذي يخرج المال طيبة بذلك نفسه في الوجوه التي يحبها الله عز وجل في بره بوالديه وصلته لأرحامه وإنفاقه على عياله وإخراجه زكاة ماله والصدقة على الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام وبناء المساجد وغير ذلك من وجوه البر هذا برهان على الإيمان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فهذا المال أيها المسلم ليس مالك حقيقة وإنما المال مال الله وأنت عبد الله ينبغي أن تسير في هذا المال بما يرضي الله عز وجل وهذا الذي عناه نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال وإنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه يتقي ربه ويصل رحمه فهو بأرفع المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي ربه ولا يصل رحمه فهو بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء الله جل جلاله يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تذكر أيها المسلم أن هذا المال كان لغيرك فإما أنك قد أخذته إرثا بالميراث وإما أنك قد استفدته من بيع أو شراء وتجارة ونحو ذلك مما يحصل به تداول المال بين الناس فالمال ما خرجت من بطن أمك وأنت تملكه وإنما آل إليك من غيرك فأنت مستخلف فيه يخلف بعضكم بعضا ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس قال جل من قائل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بالله ورسله لهم مغفرة وأجر كبير هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله جل جلاله إيمانا شرعيا صحيحا وآمنوا بالرسل كلهم أجمعين ولم يفرقوا بين أحد من رسله الله جل جلاله وعدهم بالمغفرة كما قال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومع المغفرة لهم أجر كبير الأجر على هذا الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وقال يخرج من النار من كان في قلبه مفقال ذرة من إيمان فالذين آمنوا بالله ورسله لهم مغفرة وأجر كبير ثم أنكر ربنا جل جلاله على أولئك المعرضين المستكبرين الذين يأبون الإيمان ويعرضون عن الإسلام ويستمسكون بما كانوا عليه من الضلال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يا أيها الكفار المعرضون يا أيها المشرقون المستكبرون ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يدعوكم ليلا ونهارا سرا وجهارا وقد رأيتم عليه من مخايل الصدق وعلامات البر ما أنتم أعلم به من غيركم من الناس لأنه نشأ بين ظهرانيكم ولأنه ترعرع بين ربوع بلدكم ما جربتم عليه كذبا ولا عهدتم منه خيانا ولا رأيتم منه غدرا صلى الله وسلم عليه ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ما دعاكم صلى الله عليه وسلم عليه من أجل زعامة شخصية له ولا من أجل منفعة دنيوية تعود عليه وإنما يدعوكم لتؤمنوا بربكم قال لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العربة والعجم قال جل من قائل والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم الله جل جلاله أخذ عليكم العهد حين أخرجكم من صلب أبيكم ونثركم بين أديه كالذر أخذ عليكم العهد والميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا وكذلك أخذ عليكم الميثاق بما ركب فيكم من العقول وبما نصب لكم من الدلائل على أنه الإله الواحد القوي القادر العليم القاهر المستحق للعبادة وحده جل جلاله وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ثم قال جل من قائل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الآيات البينات التي نزلها الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نوعا الآيات البينات المقروة وهذا القرآن الذي عجز أولئك المشركون عن معارضته ووقفوا مشدوهين أمام فصاحته وما استطاعوا أن يأتوا ولا بسورة من مثله ثم الآيات البينات التي أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من نبوع الماء من بين أصابعه وابتعاثه من مسه ودعوته وسلام الحجر والشجر عليه واستجابة دعوته وإبراء المرضى وذوي العاهات وعصمته من أن يتسلط عليه عدوه وكذلك ما أجر الله على يديه من كلام الحيوانات العجماوات معه وفهمه صلوات ربه وسلامه عليه خطابها وما أجراه الله على يديه مع الجمادات إلى غير ذلك من أنواع المعجزات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ظاهرات واضحات ليخرجكم ربكم جل جلاله من الظلمات إلى النور ليخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور فالنبي صلى الله عليه وسلم مخرج من الظلمات إلى النور باعتبار أنه الذي يدعو الذي يبين الذي يرشد والله جل جلاله يخرجكم من الظلمات إلى النور باعتباره أنه سبحانه يوفق من يشاء ويخذل من يشاء كما قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ليخرجكم من ظلمات الجهل من ظلمات الكفر من ظلمات الشرك من ظلمات العدوان من ظلمات الطويان من الظلمات إلى النور إلى نور الإسلام وكون الإسلام نورا وكون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نورا قد ذكر في آيات كثيرة كقوله جل من قائل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالنور ليخرجنا من الظلمات إلى النور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال جل من قائل وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَأُوْفُ بِالْوَحِيَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ وَرَأْفَتِهِ جل جلاله أنه ما عاجل الكفار والمشركين بالعقوبة بل أمهلهم فبعضهم طفق يحارب الله ورسوله سنين عددا والله جل جلاله لا يعاجله بالعقوبة حتى أخذ بناصيته إلى الحق فاستبان الهدى بعد العما وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ما الذي يمنعكم أيها الناس من أن تبذلوا أموالكم في سبيل الله أي في الوجوه التي يحبها الله لما تبخلون لما تقترون لما يصيبكم الشح وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض الله جل جلاله الذي يأمركم بهذه النفقة هو مالك هذه الأموال حقيقة وهو واهبكم إياها وهو الذي يأجركم على إنفاقها ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله جل جلاله مطلع عليكم عالم بأحوالكم لا يخفى عليه شيء من أمركم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله جل جلاله الله جل جلاله يرغب عباده في النفقة هو سبحانه مالك المال وهو الذي وهب عبده هذا المال ومع ذلك ربنا جل جلاله يرغبه في إنفاق هذا المال في الوجوه التي يحبها الله بأن يسمي تلك النفقة قرضا أنت ما تقرض واحدا من الناس وإنما تقرض من بيده خزائن السماوات والأرض من يملك السماوات والأرض وما عليها ومن عليها من خزائنه ملأ من يده سحاء لا تغيضها نفقة أنت تقرض الوهاب الكريم جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول ابن القيم رحمه الله حيث ذكر القرض في القرآن مع الله عز وجل قيد بهذا الوصف الحسن من ذا الذي في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في سورة التغاب إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم في سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا في هذه السورة إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا والقرض الحسن قل ابن القيم ما استجمع ثلاثة شروب الشرط الأول أن يكون من طيب ماله لا من رديئه ولا من خبيفه فإنما الطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا جعلها الرحمن في يمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة ولو كانت تمره هذه تمره تتصدق بها الله جل جلاله يتلقاها بيمينه فأنت تضعها في يد الرحمن جل جلاله قبل أن تضعها في يد المسكين إذا كانت من كسب طيب الله جل جلاله يربيها ينميها يثمرها تجدها يوم القيامة كأمثال الجبال فهذا هو الشرط الأول أن تكون من طيب المال لا من رديئه ولا من خبيفه ثم الشرط الثاني أن يبذل تلك النفقة طيبة بها نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء وجه الله يعني ما يخرج هذه النفقة كارها كما قال ربنا عن المنافقين وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَإِنَّمَا طَيِّبَةً بِذَلِكَ نَفْسُهُ وَأَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عِنْدَ بَذْلِ هَذِهِ النَّفَقَ ثَابِتًا لأنه موقن بالعوض من الله عز وجل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله ثم الشرط الثالث أَلَّا يُتْبِعَهَا مَنًّا وَلَا أَذَاء فالشرط الأول يتعلق بالمال أن يكون من الطيب لا من الرديء ولا من الخبيث والشرط الثاني فيما بينه وبين الله أن يبتغي وجه الله أن تكون نفسه طيبة أن تكون نفسه ثابتة عند تلك النفقة ثم الشرط الثالث فيما بينه وبين الآخذ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المنان بما أعطاه الذي يعطي ثم يقول للفقير أو المسكين ألم أعطك ألم أفعل معك كذا وكذا أنا ما قصرت معك قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قضر حسنا فيضاعفه له هذه المضاعفة أضعافا كثيرة كما قال جل من قائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم قال جل من قائل فيضاعفه له وله أجر كريم له أجر كريم في الجنة ثم نقلنا سبحانه إلى مشهد القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنار هذه الآية أيها الإخوة تفسرها الآية التي في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا هذا النور متى يكون يكون بعد انصرافهم من الموقف من موقف الحساب وهم دون الصراط فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال هم في الظلمة دون الجسر دون الجسر المضروب على جهنم في تلك الظلمة يكون للمؤمنين نور نور أمامهم يهدون به إلى جنات النعيم يعبرون به على الصراط ولذلك ربنا جل جلاله قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي بأيمانهم كتبهم يحملونها فرحين مستبشرين فيقول لهم الله عز وجل بشراكم اليوم جنات يدل على هذا قوله سبحانه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وكذلك الملائكة كما قال جل من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قد مضى معنا صفتها في قول ربنا ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي قول ربنا ومن دونهما جنتان بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وهذا الخلود بين جل جلاله أنه خلود أبدي صرمدي فقال خالدين فيها أبدا في آيات كثيرة كقوله في خواتيم البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه وفي سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولا فوز أعظم من ذلك ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هذه الآية يبينها حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضوان الله عليهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله العبادة يوم القيامة فيقول ليتبع كل فريق من كان يعبد فيتبع من كانوا يعبدون الشمس الشمس ويتبع من كانوا يعبدون القمر القمر ويتبع من كانوا يعبدون الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها هذه الأمة المؤمنة تبقى في تلك الظلمة دون الجسر فيها منافقوها طيب هؤلاء المؤمنون أضاء لهم نورهم فعبروا وهؤلاء المنافقون لا نور لهم لأن الجزاء من جنس العمل فهم في الدنيا قد أطفأوا هذا النور بإرادتهم كما قال ربنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم فلما أضاءت ما حوله استنار بنور الإسلام واستفاد بأن حضر مع المسلمين مجالسهم ونكح من نسائهم واطلع على أسرارهم وغير ذلك وأصاب من مغانمهم لكنه أطفأ هذا النور فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كذلك يوم القيامة لا يجدون نورا فينادون على أولئك المؤمنين الذين عبروا وذهبوا يقولون لهم انظرونا أي انتظرونا وأمهلونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم القائل الله جل جلاله أو الملائكة أو المؤمنون المخاطبون ارجعوا وراءكم قيل المراد إلى الدنيا وقيل المراد في عرصات القيامة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هيهات هيهات فضرب بينهم بسور سور واحد له باب هذا الباب باطنه فيه الرحمة لأنه من جهة الجنة وظاهره من قبله العذب ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم كنا نشهد معكم الظهر والعصر والمغرب وكنا نصوم أحيانا وكنا ننفق وكنا نشهد معكم المعارك أحيانا ألم نكن معكم قالوا بلى نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم ارتكبتم أربع جرائم كبار الجريمة الأولى فتنتم أنفسكم أوردتموها موارد الهلاك حين اتبعتم الشبهات وخالطتكم الشهوات المحرمة فتنتم أنفسكم وتربصتم كما قال جل من قائل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر تربص بكم الدوائر كانوا دائما يفرحون إذا سمعوا خبرا بهزيمة المسلمين أو بشر وقع للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام ولذلك يوم أحد لما قيل بأن محمدا قتل سارع بعضهم بالقول لو كان نبيا ما قتل ويوم حنين لما انكشف الناس في أول الأمر قال بعضهم بطل السحر اليوم هؤلاء هم المنافقون وتربصتم أي تربصتم بالمسلمين الدوائر الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وارتبتم كانت في قلوبكم ريبة وشك من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال قائلهم يوم تبوك لما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزعم محمد أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يدري أين ناقته وارتبتم وغرتكم الأماني كنتم تمنون أنفسكم الأماني بأنكم أهل العقول الراجحة والمؤمنون الصادقون سفهاء وأنكم بنفاقكم تريدون المصلحة كما قال ربنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقالوا وإذا لقوا الذين آمنوا وقالوا آمنا وإذا خلوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء وغرتكم الأماني كنتم تمنون أنفسكم بأنكم مصلحون وأنكم أصحاب عقول الراجحة وأنكم أدرى بالمصلحة وكنتم تمنون أنفسكم بالمغفرة كما قال ربنا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يعني مثلما الآن يوجد بعض من يحاد الله ورسوله ومن يكذب بالوحي ويقول الأحكام الشرعية لا تصلح لزماننا ثم بعد ذلك إذا قيل له بأن قولك هذا كفر فاحذر منه يقول كيف نحن أصلح نحن أفهم نحن أعقل نحن أدرى وسيغفر لنا فنحن نصلي ونصوم ونحو ذلك من الأماني الباطلة وغردكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء الموت وأنتم على ذلك وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الذي خادعكم فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية لا يؤخذ منكم فداء لا يقبل منكم عوض كما قال جل من قائل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر وقال جل من قائل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سأل الله العافية فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا مأواكم مثواكم ومسكنكم النار هي مولاكم هي مصيركم وأولى بكم وبئس المصير إخوتي واخواتي هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد قول ربنا جل جلال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه استفادوا منها وجوب الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإنفاق من المال الذي آتار الله إياه في الأوجه التي تجب النفقة فيها ويستفاد منها كذلك أن الإنسان مستخلف في هذا المال فمالكه حقيقة هو الله رب العالمين وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ومن أيقن أنه مستخلف في هذا المال لم يبخل بإنفاقه في سبيل الله وقوله جل جلاله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يفيد أن النفقة لا تقبل عند الله إلا إذا كانت صادرة عن إيمان فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هذا هو الشرط آمنوا وأنفقوا لهم مغفرة وأجر كبير لهم أجر كبير المؤمنون المنفقون موعودون بالأجر الكبير من الله جل جلاله ثم قوله سبحانه وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله بعد أن قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فيه تعجيب وتنفير من حال أولئك المشركين ومن حال الممسكين المقترين ولله ميراث السماوات والأرض الله جل جلاله هو الذي يرث تلك الأموال بل يرث الأرض ومن عليها كما قال إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال جل من قائل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم من لطفه سبحانه وعنايته بكم أنه مكتفى بمجرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف العالمين بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات قول ربنا جل جلاله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يستفاد منه أن الصحابة رضوان الله عليهم مراتب وأن الفضل للسابق الفضل للسابق الصحابة ليسوا سواء بل مراتب والفضل للسابقين الأولين وأيضا في الآية دليل على إنزال الناس منازلهم وأن الأعمال تتفاوت وكذلك العمال يتفاوتون فهم كلهم صحابة لكن لا يستوون ونستفيد من الآية فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان وأن كل عمل صالح يسبق إليه أفضل مما يؤخر وفيه دلالة على أن فضيلة العمل تكون بقدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين أو لكثرة المحنة به مثلا لقلة المسلمين وكثرة الكفار لذلك مثلا ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة فالنفقة قبل الفتح كانت أعظم لأن حاجة الناس كانت أكثر لأن الإسلام ضعيف والمؤمنون قلة مصدعفون في الأرض ويغلب عليهم الفقر والمنافقون كانوا يضنون ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وهذه الآية كما يقولون فسرون أصل في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه وأن الفضل ثابت للذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم لأنه سبحانه قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وأيضا في الآية دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه خاصة لإنفاقه ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفاه الله قال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه والآية أيضا إخوتي وأخواتي فيها دلال على فضل الصحابة كلهم لأن الله شهد لهم بالإيمان ووعدهم الجنة وهذا مذهب الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري وكذلك الحافظ بن حجر ذكر نحو من هذا في الإصابة أيضا من فوائل الآية وجوب الكف عن مساوئ الصحابة فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل والمدح الجزيل وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لأن الله قال وكلا وعد الله الحسن وقالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفلنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهذا الكلام إخوتي وأخواتي من الأهمية مكان في زمان طالت فيه ألسنة كثيرة بالحديث عن الصحابة بالسوء يعني الواحد منهم يجبن أن يتكلى في طاغية من الطواغيت الأحياء ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفة لكنه طويل اللسان إذا تكلم عن معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن العاص أو المغيرة بن شعبة أو أبي موسى الأشعري أو عبد الله بن عباس أو غيرهم رضوان الله عليهم أجمعين فمن أراد أن يسلم قلبه فليطهر لسانه من الوقيعة في الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان أيضا يستفاد من الآية في قول ربنا وكلا وعد الله الحسنى أن المبهمة من الصحابة لا تضر جهالتنا بحاله أو بشخصه يعني الإبهام في شأن الصحابة لا يضره بصحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول ثقات لأن الله زكاهم في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم ولذلك لو جاء حديث فيه مثلا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما يضر هذا بالحديث بخلاف الجهالة في من دونهم جهالة العين أو جهالة الحال هذه تضعف الحديث فأيضا الله جل جلاله لما وعدهم بالجنة فهو سبحانه لا يخلف المعاد فمن سبقت له الحسنى فهو مبعد عن النار لا يسمع حسيسها ولا يحزنه الفزع الأكبر وهو في مشتها خالد إن الذين سبقت لهم من الحسنى والله يقول وكل من وعد الله الحسنى أولئك عنها مبعدون وقول ربنا جل جلاله والله بما تعملون خبير ليستفاد منه أن علم الله قد أحاط بكل شيء فلا يخفى عليه شيء في قوله سبحان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نستفيد عظيم كرم الله تعالى حين سمى النفقة قرضا مع أن المال ماله والعبد عبده لكنه سماه قرضا ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو الكريم الوهاب في قول ربنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نستفيد ما يكون عليه المؤمنون يوم القيامة من النور التام نسأل الله أن يجعلنا منهم وهذا النور على حسب الإيمان لأن الله قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم والحكم إذا علق بوصف كان قويا بقوة ذلك الوصف وضعيفا بضعفه فنورهم ليس سواء وإنما على حسب إيمانهم سواء في ذلك الذكر والأنساء وابن عاشور رحمه الله نبه على معنى جميل وهو أن الله تعالى عطف المؤمنين على المؤمنات في هذه الآية وفي قوله سبحانه في التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من أجل التنبيه على أن حظوظ النساء في هذا الدين مساوية حظوظ الرجال إلا فيما خصصن به من أحكام قليلة لها أدلة خاصة وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النساء في حالة بلعونات ومحرومات من معظم الطاعات وهنا أيضا في عطف المنافقين على المنافقات ليبين أن الذكر والأنثى سواء في العقوبة متى ما أخلوا بأمر الله عز وجل أيضا استفادوا من الآية أن المؤمنين والمؤمنات تتلقاهم الملائكة بالبشارة والطمأنة وأنه لا فوز أعظم من دخول الجنة في قوله سبحان يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقطة باسم نوركم استفادوا أن الجزاء من نلس العمل فهؤلاء المنافقون يوم القيامة يفقدون النور كما فقدوه في الدنيا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فحين يعاينون العذاب يتعلقون بالأماني الباطلة كما كانوا في الدنيا حين يقولون إنما نحن مصلحون وحين يصفون المؤمنين بأنهم صفهاء ويستفاد من الآية أيضا أن عذاب المنافقين معنوي مثل ما هو حسي العذاب الحسي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النر والعذاب المعنوي أنه يتهكم بهم ويسخر منهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وفي قوله سبحانه في جواب المؤمنين بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم استفادوا منه أن المؤمنين أهل صدق في الدنيا والآخرة ولا يبخصون الناس أشياءهم ويستفاد من الآية أن الجرائم الأربعة التي أوجبت خلود المنافقين في النار هي الفتنة والتربص بالمؤمنين والارتياب في صدق النبي الكريم والتعلق بالأماني الباطلة وفي قول ربنا جل جلال وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله نستفيد أن المؤمن حقا لا يماطل التوبة ولا يقول غدا أتوب غدا أرجع بل يبادل لأنه لا يدري متى يأتي أمر الله وفي قوله سبحانه وغركم بالله الغرور نستفيد أن الشيطان يعمد إلى التغرير بأتباعه حتى يوردهم وارد الرداء وفي قوله سبحانه فاليوم لا يأخذ منكم فدية استفاد أنه لا سبيل إلى الافتداء من العذاب يوم القيامة وفي قوله سبحانه عن النار هي مولاكم جواز تسمية المخلوق باسم الخالق فالله هو المولى الله مولاهم فنعم المولى هنا قال هي مولاكم أي النار فيجوز تسمية المخلوق باسم الخالق فيما يكون له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده من الأسماء والصفات أما الأسماء التي تفيد صفات خاصة بالخالق جل جلاله كالخالق والبارئ ونحوها فلا يجوز أن يتسمى بها مخلوق أعتذروا عن الإطالة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين والحمد لله في البدء والختام وصلى الله وسلم وبرك على خير الأنام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان ترجمة نانسي قنقر